مرحبا بكم هناك وصفة جديدة وخاصة طلبتوها من يقبل اليوم نعلم مع بعضنا الكويكة التونسية بطريقة صحية وسهلة وسريعة كيف العادة لنبدأ نأخذ اصدر جيج اصدر نصف اصدر نصف اصدر نصف اصدر كبيرة قصيتها كما ترى نضيف مجلسة يقوم بحضر ثم نضيف ثم نقص كعبة طالبتين بصل نقصهم جيدين اي ان لديك اشواء لترحيلة تقوم بوضع الحم ويجب ان تستطيع استعمال نحن لها نفس الطريقة قصيت الكعبة طالبتين بصل وكيكة نضيف جيدا نضع كعبة بتراف كاملة طيبة طيب كعبة بتراف و قصها و كعبة تماطم بقشورها و زرعتها تحب تربيها و تنحينها قشرتها و زرعتها على كيفك و غرين فلفل يزيد بننها يفوحها بالثوم و نعنيع الشيح فوحتها بالثوم و حتيت لها هوت سوس فلفل أحمر حار طيب و مصفي و مرحي و ملح و فلفل أكحل حتيت بارشة فلفل أكحل يجب أن تضعها و تنجب أن تضعها بالثوم تبال و كروية فلفل الزينة و الفلفل الأحمر أكليل و زيت زيتونة و الفلفل أكليل وتستعمل عادي و قارس و تشترك و قارس و رحيتهم الكل مع بعضهم هذه هي النتيجة الهنة تزيدها كعبتين أعظم وإلا فارينا وإلا نشاي مغرفتين نشاي وتحطهم في بابير سولوفان وتحطهم يفوروا كما سلامي بالضابط وبعد قصهم الطروف وطيبهم كما تحب أنت وإلا بطريقة أسهل برشا وكما قلت لكم صحية لا فيها فارينا لحتى شاي لنا شويات طول ما نهز بالمغرفة وطرف زيت في المقلع ونضع المقلع على نار متوسطة ليس قوية ويتحرق الزيت يدخن معهم وليس قليلا ليس قليلا ونخليهم يتيبوا تقريب خمسة دقائق على جهة الأولى كما قلت لكم هادية ومن بعد ندور على جهة الثانية ونقعد طيبهم وأحسن حاجة فيهم يقعدوا جوتوه هكا من داخل من بكل الخضر اللي حطينيها يخليوها طرية أكثر من الشايحة إذا تحبوها شايحة زيدوا كما قلتكم في رينا والطريقة الثانية فيسا حطيتهم كما ترى هكاكا حطيت الزيت ومن بعد دوب ما عملوا وجه من الشيرة المقلع قلبتهم على الشيرة الأخرى ونزلت عليهم لكي يكبروا أكثر ويخذوا الفورمة المدورة إذا تحبوها كما قلت لكم كما متعل الدجاجة هذوكم تحطوها بسلوفان وتفوروها و بعد تقصوها طروف طروف كما أنظر سلاطة وطماطم 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 قصيتها على ثين وطماطم وعنى نقلبه ونقلبها يجب يجب إعطائها نضيف المعصلة المستحلية نضيف كيكا نضيف القارس مغرفة صغيرة مليانة زبدة مغرفة كبيرة فارينة نضيف الفارينة نضيف زبدة مغرفة كيكا نضيف السماء نضيف القارس نضيف القارس نضيف القارس تستعمل القارس قارس كبيرة قرصة حمضة قرصة شربت 4 كسمة اخر فوحتها في المعدنوس أو السيبولات أو إستراجان كما تريد أن تفوح وضع الملح وضع الملح ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف كعبة الكويكة وضيف كعبة الكويكة أما الكويكة أعجبتني شيء حخير خطر وقت في الليل وكاتشاب أو كاتشاب أبن برشا وضعتها بالهوت سوس وضعتها بالهوت سوس 1-8 مننينة طريقة من هذه السوس يلزمها روز وضعتها ثم تشعرها ثم تشعرها مبلولة أكثر وزينتها بالمعدنوس وحضرت الكويكة بالسوس سوس الليمون و القارس و الكويكة الشيحة جربوها بالنوم منفعة خاصة لصغرهم يأكلون الخضرة أو كدخلهم في وسط الحم أصلاً أمان لا يوجد كيفية الحم الجيج وهو لونه أحمر ثم ترافع قارس ملح وزيت وفطور نحضر بسهل مهل خفيف وصحي وبني اشتركوا كيفية الكويكة الشيحة وكيفية الكويكة وكيفية الكويكة اللي بالسوس من داخل واقع أحكموا واحدكم وهذه مواصفاتنا كانوا لليوم إن شاء الله تجربوهم وإن شاء الله يعجبوكم فيها فا أخرى بوسفا أخرى وبسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة